بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكو في أخبار الفن والفنانين يوما تله الآخر تتكشف حقائق وأسرار في حياة نجوم الفن وأغلب هذه الأسرار تكون عن الزواج الذي لا يستمر سريا لفترات طويلة ولكن في بادئ الأمر يحاول الفنان إخفاء خبر الزواج والترويج أنه مجرد شائعة إلى أن تكشفوا الأيام ومن بين هذه النماذج أحمد عز وأنغام اعترفت الفنانة أنغام بزواجها سرا من الفنان أحمد عز بعد سنوات من انفصالهم رغم كل منهم نفى خبر الزواج في بداية الأمر وكان الزواج معروف لعدد قليل من أصدقائهم وعندما انتشر الخبر من خلال الفنانة زينة بسبب قضية نسب أبناء زينة لعز وقامت بكشف وثيقة زواج أنغام وأحمد عز بعد أن جمع بين سهير رمزي وفاروق الفشاوي خلال حجبتي الثمانينات والتسعينات أفلام الخادم وشفاة غاليزة وغيرها خركت شائعات قوية تؤكد وجود قصة حب بيعيشها الإسنان خلف الكاميرا لكن فاروق الفشاوي وسهير رمزي نفوا القصة خاصة أن الفشاوي كان بيمر بظروف زوجية صعبة مع الفنانة المعتزلة سمية الألفي أم أبنائه أحمد وعمر قبل أن يتم أعلانه رسميا وبعد فترة لم يجد الإسنان مفر من أعلان زواجهم الذي لم يدم سوى أشهر قليلة وسرعا ما كان الانفصال زلت وقاعد زواج نبيل عبيد بالمفكر السياسي الراحل أسامة الباز سرية وغير معروفة لسنوات ولم تكشف نبيل عبيد عنها إلا بعد وفاة الباز وقالت نبيل عبيد زواجنا استمر تسع سنوات تعلمت منه كثيرا خلالها ولم يكن مجرد زوج انكشف زواج إلهام شاهين السري من رجل الأعمال اللبناني عزة أدورة بعد فترة من زواجهم ولم تكن هذه الزيجة السرية الأولى في حياة إلهام شاهين وصبق وتزوجت بنفس الطريقة من الخبير السياحي والمنتج السينمائي عادي الحسني والذي ينتج لها العديد من الأفلام مثل موعد مع الرئيس والحجر الداير والسجينة 67 وغيرها وتم كشف الزيجة الأولى من أدورة بعد وصول الخلافات بينهم إلى ساحة القضاء واتهام إلهام له بمحاولة تشويه وكهة بماء النار إلى أن القضاء برقوا أما الزيجة الثانية من عادي الحسني فتم إعلانها بعد ما يقرب من عام على الزواج ظل زواج شيرين سيف النصر ومتحة صالح سريا لفترة طويلة خاصة أن شيرين كانت منتهية من تجربة زواج فاشلة من السر العربي الشيخ عبد العزيز الإبراهيم وبعد مرور أكتر من شهرين على زواجهم أعلنت شيرين سيف النصر أنها تزوجت متحة صالح مشيرة إلى أن هذا الزواج لم يكتب له الاستمرار طويلا تزوجت صباح من الفنان رجد أبوزة سرا ويعود سبب الانفصال إلى كذب رجد أبوزة عندما أخبرها أنه انفصل عن زوجته سامية جمال مما جعل صباح توافق على الزواج منه وبعد ليلة الزفاف اكتشفت صباح أن سامية جمال لا تزال زوجة رجد أبوزة وأنهم لم ينفصلوا كما قال فطلبت منه الطلاق حفاظا على علاقتها بصديقتها تزوجت الفنانة سمية الألفي بالمخرج التلفزيوني جمال عبد الحميد ثم بالمطرب متحة صالح وظلت الزيجتين سريتين لم يكشف عنهما إلا بعد مرور عدة أشهر أكدت الرقصة دينا زواجها من رجل الأعمال حسين أبو الفتوح كان خلال فترة التسعينات وكشف أمرها عن طريق مقطع فيديو لوم فاضطرت أن تكشف عن هذا السر كشفت عميدة معهد الموسيقى العربية المصرية نتيبة الحفني سرا عن حياة أم كلسوم وقالت أن كوكب الشرق تزوجت من الكاتب الصحفي مصطفى أمين وقمضت معه 11 عام بشكل سري وكان عقد زواجهم في يد الزعيم الراحي الجمال عبد الناصر ويقال أن أم كلسوم اضطرت إلى إخفاء خبر زواجها لأنها كانت تخشى من أن تفقد جماهرياتها لكنها أخبرت أحد المقربين منها عن العقد بينها وبين زوجها تزوجت شيرين عبد الوهاب سرا وانكشف أمرها عندما ذهبت إلى اسم الشرطة لكي تأخذ بطاقة إثبات شخصية وقالت أنها عزباء على الرغم من زواجها السري من الموزع الموسيقي متحد خميس وعند اكتشاف أمرها قالت أنها فعلت ذلك لضرورة فنية تزوج الفنان محمود الميليجي سرا من الفنانة سناء يونس أثناء مشاركتهم معا في مصرحية عيبي أنسة عام 1974 وظل زواجهم سرا حتى فارق الحياة الفنانة سمية الخشاب تزوجت سرا لفترة طويلة إلى أن أعلنت ولكن رفضت الإعلان عن اسم زوجها إلى أن الصحفيين نجحوا في التوصل لشخصية الزوج وهو خليجي حيث كانوا يقيمون خارج مصر لفترات طويلة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر